عزا المشاهدين بحب ارحب بكم في قناتي تعلم مانس ان شاء الله في هذا الفيديو رح نتحدث عن شركة نيو روبوت طبعا هاي الشركة تشتغل في مجال الكاش باك يعني زي شركة اي ماركتينج يعني هي في مجال التسويق فهي بتسوق لمنتجات عدة شركات زي علي اكس بريس زي نورتون زي كوت تيك زي نايس وان زي توك مالي وسيرف وهاف وعندك بان جود وعندك فري طبعا هاي مشروع يعني صراحة نصلوا شغال ستة شهر من السنة الفاتد يعني تقريبا نصلوا شغال مشروع ستة شهر لسنة طبعا الشركة اه منتشرة في عند الغرب ولكن عند الواطن العربي صراحة احنا من اول مسوقين لها في الواطن العربي فانت استغل الفرصة انك تكون من اول مسوقين لهي الشركة في الواطن العربي طبعا الشركة اه تسجيل فيها عملية سهلة وبسيطة بتعمل ريجستر منها طبعا هاي فرصة انك تستغل انها تكون من اول مسوقين لهي الشركة بداخل اسماك بداخل ايميل بتحط الرقم تافون بتحط التليجرام الخاص فيك يعني بتقدر اي واحد انت احلته او اي واحد تقدر يتواصل معك عن طريق التليجرام بتحط الباسورد تعيد الباسورد وبعد بتحط رجستر بعدين بتعمل لوجن للشركة طبعا زي ما حكينا هي عم شركة تقريبا زي شركة اي ماركتنج يعني نفس مبدأ الشغل للشركة يعني هي شركة بتشتغل في الماركتنج في التسويق اي وعن طريق الكاشباك في عندك ارباح للكاشباك هاي الكاشبةك بتسحبهن الارباح بشكل يومي طبعا الشركة عميت تتسجيل فيها عملية سيلة وبسيطة عميت الاداعة فيها عملية كمان سيلة وبسيطة طبعا رح نتحدث عن الشركة طبعا هان ماي ادفيرسنج يعني الشركة بتتكون من ستيت ة ربوت عندك ربوت كيف تشغله طبعا لحد لادنى لادة في الشركة عادل اميكانك تعمل التشغيل بعشرة دولار بعشرين دولار بتشغل الروبوت. طبعا زي ما حكينا اسا اه من دي بوست بتقدر تعمل ايداه بالشركة. طبعا هل تختار الطريقة مثلا ادفيرس بالانس طبعا ممكنك تعمل ايداه عن طريق البيتكون عن طريق الاثيريوم وعن طريق الليتكون عن طريق البيتكون كهاش عن طريق تيثيريوم تي ار اس عشرين وعندك تيثيريوم اي ار اس عشرين وعندك الفيزا والماستر كارد ممكنك تعمل ايداع في عن طريقهم. احنا رح نعمل ايداع عن طريق تيثيريوم سنقوم بعمل ايداع 20$ نعمل دي بوست طبعا عادي يعني بإن كانك تعمل ايداع لأي مبلغ بدك تعمله بحكي لك انه هاي الرابط الخاص فيك بحكي لك الكمية اللي انت بدك تعملها ايداع هي 20 Tetherium يعني احنا راح يتم ايداع 20 Tetherium اسم نروح محفظة الباير الخاصة فينا ونقوم بعملية ايداع 20 Tetherium عملية سيرة وبسيطة من دولار يوست دي بتشتري اليوست دي مثلا باي يوست دي بدنا نقوم بشراء 21 Tetherium لانه الرسوم التحويل دولار واحد بنعمل باي يوست دي بعدها بنروح على وود درومين ها طبعا بنحط هان رابط المحفظ اللي بدنا نودي لها ومنختار هان اهم اشي انك تختار TRS20 بتحط هان المبلغ لهو عبارة عن 20 USTD زي المبلغ اللي انتل بدك حطيته ويوست دي طبعا بتعمل سند حين نشتري اكثر بنعمل سند طبعا هيك تم ارسال المبلغ اذا بعد ما تم ارسال اذا الباي ميت 3C بعد ما تم ارسال المبلغ بنروح بنشوف بنشوف الباي ميت اذا في عندك بنروح على المحفظة او محفظة الباية الخاصة فينا بنروح على اليستوري بنشوف بنشوف العشرين دولار هاي ومننسخ بنعمل كوبي لل ID Number بعد ما نعمل كوبي لل ID Number بنروح على موقع الشركة طبعا في عندك الترانزيكشن بتحطه هان الرقم تبع الترانزيكشن وبتعمل Safe طبعا في عندك الترانزيكشن ID هو هذا الرقم بتاخد الترانزيكشن ID طبعا بتفوتها محفظة الباية بتنسخ الترانزيكشن ID الموجود هو تحت هذا وبتروح على الشركة الشركة بتحط الرابط يلي نسخناها ونعمل Safe طبعا ناسا بعد انتظار 10 دقائق بتلاحظين ظهرة 20 دولار يعني ظهرة 20 دولار بالشركة بعد انتظار 10 دقائق يعني لو نروح على ماي ماركتينج الخاصة فينا ظهرة 20 دولار اللي احنا عملناها ايدع بتلاحظين هاي 20 دولار بالـ ميزانية الاعلان طبعا بهاي الشركة هي اول ما تسجل فيها بتعطيك 100 دولار بس ما بتقدر تسحبها 100 دولار يعني بتستخدمها في التداول الروبوت طبعا الروبوت لحاله بيشتغل بعد 24 ساعة من يوم ليومين بيشتغل الروبوت يعني انت اول ما تعمل اداء خاص لحاله المصاري بتروح بالـ و بتنتظر من يوم ليومين هو بيسير يجيب لك ارباح عن طريق انه بيعمل اعلانات ودعايات على الموقع يعني صراحتا هاي الشركة يلي اه طبعا اللي ما عاشر اي ماركتنج او ما كان من السباقين في اي ماركتنج او زي ما حلم نارف انه اي ماركتنج نصبت هاي الشركة بديلة لشركة اي ماركتنج اه طبعا زي نظام اي ماركتنج الايداع الديبوس طبعا راح نشرح نظام التسويق الشبكي الخاص فيها الماركتنج تباحها يعني حلو نظام تسويق خرافي يعني صراحتنا قاعد تحكي لك الارباح تقريبا من الى حد لدنا ايداع فيه عشرين دولار طبعا هنا فيه ارباح المستويات يعني اذا اذا حقق فريقة ثلاث تلاف دولار تنتقل للمستوى الثاني بتصير توقف سبعة بالمية ملجي الاول وخمسة بالمية ملجي الثاني اذا حقق فريقك مجموع اداعات 250 الف دولار بتنتقل لمستوى الثاني اذا حقق فريقك مجموع اداعات 50 الف دولار بتنتقل مستوى الثاني يعني عمولتك اتناعشر اتناعش بالمية يعني تقريبا اذا حقم مستوى فريقك مئة الف دولار طبعا بتنتقل مستوى السادس هاي عمولات المستويات اسف في عندك عمولات البونس هي الرتب طبعا انت كوكيل بالشركة او ما تسجب الشركة اذا كان مجموع اداعات فريقك في الشبكة الضعيفة اربعة تافلاف دولار يعني اه بتاخد مية دولار بونس اذا كانت مجموع داعات فريقك ثمانه تلاف دولار بتاخد ثلاثمية دولار بونس اذا كانت مجموع ادعات فريقك 12000 دولار بتاخد خمسمية دولار بونس اذا كان مجموع اداعات فريقك 25000 دولار بتاخد 1250 دولار ف HAVEär trouble ولكن الربح البونس pero 당시 ب Logan is a stronghold انت كاقنت لازم تكون لادنى اداع عامل اداع بEx Cy oft50 دولار المانجر لازم عامل 100 دولار دايركت ميت دولار جولدين دايركت ميت دولار البلاتينيوم دايركت عامل 100 دولار سفير دايركت عامل 500 دولار يعني كل ما ارتفعت طبعا الشركة زي ما احنا حكينا هي في صالة 4 صالة 6 شهر في طبعا منتشرة الشركة في الواطن العربي مش منتشرة حاليا يعني حاليا المسوANCين بالواطن العربي بس مسوكان واحد وانا المسوق النمبر رقم اثنين فلهذا اي شخص انا بنصح انه يستغل فرصة هاي الشركة لانها بالوطن العرباسة مش منتشرة فيستغل انه يكون من بداية المسوقين في الشركة طب دعا عجب الفيضة عليك ولا تنسى اشتراك بالقناة والسلام عليك ورحمة الله وبركاته